أمام منزل جدته كان اللقاء مكان اختار علي أن يجيب بتاريخه عن تساؤلات المشاككين بهوية ورثها من آبائه وأجداده الذين سكنوا هذا القصر المملكي ليبقى اليوم حارسا لإرث عائلته ومحافظا على وجود سلالتهم وسط لهيب تخبطات منطقته المتأزمة سياسيا يعني البيت اللي بتتكلم عنه هلأ إحنا فيه على الأليلة على الأليلة عمره 800 سنة إذا ما كانش قاعدته تحت من العصور الصليبية وما قبلها فإذا إحنا فيه خضم التاريخ في هذا البيت هلأ بالنسبة لأهلي نفسهم هذا تتصوري أنه جدتي عائشة وأنا ولد صغير كان عمره 100 سنة هذا بيت جوسها ناجي اللي ورثه عن أبو اللي ورثه عن أهله فيه أرشيف بملكياته ووقفياته ومن الصعب الإدعاء أنه هذه العمرات أجدت منه لهوا خطاب للسياسة لا يغير الواقع التاريخي الاجتماعي ولا إله علاقة طبعا أنا أقعد في دارهم حضرح يطلع عنه من دارهم تاريخ عائلي يرفض علي أن تغيبه خطابات السياسة التي لن تغير بحسبه من تمسكه بأرضه والحفاظ على وجوده في القدس على خطى آبائه وأجداده بيوت لعوائل مقدسية عاشت في هذه المدينة منذ عصور مضت ورغم التعقيدات المحيطة ظلت تسكن بين أسوارها تورث نسل أجيالها هوية بات مصير وجودها مقترنا بسجال إعلان القدس كعاصمة لإسرائيل وما يحمله هذا الإعلام من رؤى مغيرة وتطالعات مختلفة للطرف الآخر هناك وفي مستوطنة راماتشكول أولى التجمعات الإسرائيلية التي بنيت بعد حرب الأيام من 6 عام 67 يرى القاتلون هنا أن احتفالاتهم هذا العام بيوم توحيد القدس ستكون استثنائية في ظل الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارتهم لها برأيي أن هذا بالون نفخه الفلسطينيون كثيرا من أجل إثارة الجلبة بالعالم لا أعتقد أن الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارة سيمس بشيء الأمر لا يتعدى ضجة ستدوم لشهرين أو ثلاثة ريثما تعود الأمور لطبيعتها نحن كإسرائيليون كنا نود أن نرى السفارة تخدم القدس برمتها لا أن تخدم غربها فقط وعليفاً اعتبار الفلسطينيين الأمر مساً بمشاعرهم ليس بحقيقي سجال سيبقى متربعاً بين أحياء هذه المدينة التي لم تعرف سوى الصراع ومآلاته لسنواته دون أن تسأم من انتظار حل لا يحمل سمة المرحلية ويلبي مطالب طرفي النزاع بإحلال سلام دائم يطفئ لهب أزماتهم التاريخية من القدس أنسام سلمان لليوم على الحرة